بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحابيه أجمعين إن شاء الله نتكلم في التكتوريال دوت عن Introduction to PHP Concepts عندي كام كونسبت معين في الـ PHP لازم تفهموا قبل حتى منقول ABC PHP يعني مثلا من الحاجات اللي لازم تعرفها بيفكر ازاي بيترجم ازاي زي ما احنا قلنا قبل كده بس دلوقتي احنا هنتكلم عنه اكتر الفرق ما بين الحاجات اللي تضاف الجديدة وهكذا يعني وهكذا انهي الاسرع بتاع كل حاجة انت بتشتغل بها او الاداء بتاع كل حاجة انت بتشتغل بها الفرق ما بين الحاجات ديت وانهي اسرع الحاجات دي مفيدة جدا والف به في الـ PHP لازم تكون عارفها عشان خاطر لما تفكر تشتغل مشروع تطلع مشروع بتاعته تكون عليها جدا ان شاء الله طيب اول حاجة اللي هي كل لغة برمجة في العالم بيكون ليها يعني كل لغة برمجة موجودة في العالم ليها اساسيات اللي هي الف به الاساس بتاع اللغة يعني لو نفترض مثلا اه خلينا نقول انت لما كنت بتكي تكتب مثلا اه اه اتش تيم ال مثلا كنت بتقول انا بكتب الكود بتاع كنا والهيدرز بقى والباديو هكذا بس يعني خلينا مسلا او مش مهم نشيل دوت خالص مش مهم كنت مسلا اقول اتش ون واتش ون دوت اسهل بكتير اه تقدر انت تطلع يعني لغة الاتش تيم ال بس بدون تدخل سيس اس تقدر انت بالاتش تيم ال تطلع علي اه 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 خط اتش ون الافكت بتاع اتش ون من غير ما تستخدم اتش ون مش هتعرف فبالتالي الاتش ون دوت عبارة عن حاجة اساسية موجودة في اللغة ما تقدرش استغنى عنها وملاكش بديل يقدر يعمل نفس الافكت دوت غيره فنفس الموضوع انا عندي الانججوش كنستركت في البي اتش بي نفس الموضوع بالزبط انت لو تاخد بالك انا لما كنت بشرح في الفيديو اللي فات انا قلت يبقى دلوقتي انا عندي ف الPHP برضو انا ماقدرش ما عنديش بديل PhiP Tag دو sharper وماقدرش عبتدي اللغه Lazio نفس الموضوع برضو مقدرش اكتب حاجه اطلع اوتبوت على البراوزر من غير الايكو ديت او من غير فونكشن تانية اللي هي البرنت زي ما هنقولها كمان شوية او في التفتورية اللي الجاية ان شاء الله او اللي بعده لسه هنشوف طيب انا دلوقتي عندي اللي هو حاجات اساسية موجودة في لغة البرمجة بتاعتي ما اقدرش استغنى عنها وملهاش بديل وهو الاساس بتاع اللغة موجود كستراكشور في اللغة نفسها ما ينفعش استغنى عنها طيب دوت بالنسبة للانجوش كونستراكت طيب اللي اتنين دول ان شاء الله هشرحهم هما الاتنين سوا مع بعض خلينا نروح هنا تمام احنا هنستخدم الكود دوت كمان شوية دلوقتي خليني اشوف يعني ايه بلت ان فونكشن انا لسه برضو مشروحش الكام دوت وهشرح بالتفصيل الممل ان شاء الله بس يعني عشان خاطر بس تفهم وانت راخل اللغة يعني ايه بلت ان فونكشن يعني ايه فونكشن اليوزر هو اللي عملها وهكذا طيب خليني اكتب مسلا حاجات زي كده وبعد كده اقول له طيب اه وبعد كده خليني افتح البرازر طيب اه قال لي اربعة طيب هو ايه اللي هو عمله بديه جدا انا انا ما قلت له استدعي اكتب لي الاوت بتاع الاوت بتاع اه الفونكشن كونت راح همكتب لي الرقم دوت فهو عمل ايه بالزبط عد اللي هنا يعني سيبك بقى من الاسامي والحاجات دي كلها هو كل اللي عمله ان هو عد العنصر الهين كل عنصر بتفصل بين ما بين اللي بعديه بالكومادات فهو عد هنا قال لك واحد واثنين وثلاثة واربعة فهو عدهم طلع ان الرقم بتاعهم اربعة فلما انا قلت له اعمل ايه فراح عمكتب لي اربعة طيب ديت اه بلت ان فونكشن او بري ديفاين فونكشن شكل عام الفونكشن ديت انا معرفش اه اتعاملت ازاي ولا اي حاجة انا كلنا اعرف فيها ان هو دلوقتي اه عندي الاسم بتاعها وبقدر اعمل لها باسنج لارجومنت اللي هو دوت ده اسم الارجومنت بعمل لها باس لارجومنت وهي بتطلع لي اوت بتمش اكتر ديت بلت ان فونكشن اللغة نفسها هي بتديك الفونكشن ديت تقدر تشتغل بها على طول من غير ما تعرف الكونتنت بتاع ايه طب ما خلينا نستعرض مسلا اليوزر فونك بتبقى مسلا حاجة عاملة زي كده مسلا اه هلو فور برضو وبعد كده نقول له اه ايكو فور. طب بعد كده قمت قلت اه هلو هلوورد. خلينا بقى نشيل كونت روت خرص. خلينا نرجع هنا تاني. هتلاقي ان هو قال لك هلوورد ديت بقى يوزر فونكشن. اليوزر هو اللي عامل الفونكشن ديت بايده. كتب كلمة فونكشن ومعرف اسم الفونكشن وحطت المتغيرات اللي هي تشغل بيها من غير مغض النظر عن الحاجات اللي انا بقول لديت هتعرفها قدام ما فيش اي مشكلة ما تقلقش. بس يعني دلوقتي انا اللي عامل الفونكشن ديت بايده. طالما ما انا عملتها بقول له يعمل ايه جوة الفونكشن ديت ان هو يعمل لي ايكو للحاجة اللي انا هدهاله ديت. اللي هي هلوورد ديت. فبالتالي ديت فانكشن انا اللي اكتبها بايده. فطال الفرق ما بين اليوزر فونكشن والاااا والبالتين فونكشن. طيب. اللي انا نشوف ااا اللي بعده. ااا دلوقتي ديت اصغر حاجة موجودة عندي في الااا في الكمبيليشن. عاملت الكمبيليشن لما بتيجي انت تترجم الكود بشكل عام خلينا نتكلم كمجمل. لو انت دي قطي عنده كود عايز تترجمه. لو انت جدتلي حاجة اللي هي الحاجات الاساسية في اللغة اللي هي زي الايكو والتاج بتاع البي اتش بي مالوش حاجة تتبدل بي او مالوش ااا بديل. فانا اصلا عندي وانا بترجم ااا ببص على الحاجة اللي انت عايز تترجمها دي قصادها ايه. فانت دوقتي لما جبتلي ايكو دي حاجة من الحاجات الاساسية اكيد موجودة عندي في المترجم. يترجمها على طول اوتوماتيك. مش محتاج حاجة او وسيط او حاجة زي كده. فبالتالي بتكون سريعة. اللانجوش كنستراكس سريعة لان بيخش على طول على المترجم بيلاقي الكمبيليش هو يشتغل بيها على طول. اما فهو بيخش على المترجم يحول وهو عند كده وبعد كده يظهر لك الاؤوتبوت بتاعه. فيبقى دلوقتي يبقى انا عندي اسرع من لان يال 42 اصلاف. الكيمة بتاعتها او الحاجة بتاعتها الشغل بتاعها موجود بيخش ياخذو اله الgeben status ويطلع على طول. اما بتخش بتحول وبعد كده يظهر الاؤوتف بهذه ASS سريع لتيا peng hut. فعشان كده اللانجوش كنستراكس حاجة على طول. طيب اه دلوقتي تخيل ان انت بتتكلم مع بتديله حاجة هي مش موجودة عنده او بتديله حاجة هو مش عارف هي اصلها ايه. اكيد هيطلع لك ارور. فالموجود دلوقتي في عندك امكانية في اللي انت تديله حاجة معينة وتقول له الحاجة انت بتستعلم عنها هي موجودة ولا مش موجودة. لو موجودة هيعدي ويقول لك انا والله الحاجة موجودة. لو مش موجودة مش هيطلع لك بقية ارور ويقول لك ده انت بتكلمني عن حاجة مش موجودة عندي في يمديلك ارور لا هيقول لك الحاجة دلوقتي فيبقى دلوقتي موضوت حاجة عبارة عن لانجودش كونستراكت برضو حاجة موجودة في اللغة نفسها. مش موجود باللا موجود بال الوزر فونكشن لان انت لو فكرت ان اكتمل حالك ارور هتلاقي انت بيطلع لك ارور. فيبقى اللي بيعمل ارور زي ما هنشوف في الاف والحاجات دات. طيب دلوقتي احنا قلنا ان حاجة موجودة في اساس اللغة. زي ما شفنا في التوتوريال اللي فات ان انا عندي في البيتش بي دوت اي ان اي عندي فونكشنز. الفونكشنز اللي انت شفتها هي كطبار عن تقدر انك تعدل عليها تقدر ان تعمل لها تعمل لها تعمل لها انابل وهكزي. ما تقدرش تعمل لها ولا انابل ولا تسيبه. هي موجودة. ما ينفعش انك اصلا تفكر انك لا تسيبها. يعني مسلا انا ما ينفعش اروح وافكر ان انا الغي الايكو ديت. معرفش مش هينفع. دي حاجة موجودة في اساس اللغة. اما مسلا في البيتش بي دوت اي ان اي في حاجات معنا اقدر ان انا نشيلها. ولكن ما ينفعش ان انا اشيل الحاجة دي. في حاجة تانية برضو. مش محتاجة انك تتيب. يعني مسلا. خلينا مسلا نشيل كده. اني ديت احنا كنا مفروض ان احنا نقولها في التوريال الجاي بس اش خاطر برضو نكمل المعلومة. لو انا قلت مسلا. طبيعي جدا انتشوفت بقى كم دوت كزا مرة. يعني هيطلع لك ديت. لو انا دوقتي عملتها معاملة الفونشن لانت لو انت لو تفتكر انا كنت اقيل الفونشن لما قلت فونشن هلو خلينا نرجع لها ديني طيب. كانت ايو ها دي بالزبط هلو. دلوقتي مش محتاجة البارانثيس اللي هي ديت. دلوقتي لو انا قلت ايكو. هلو وورلد. وروحت دلوقتي اشيل الكود دوت بس. يعني شلت بتاعه بس مش اكتر. ايه خلينا نرجع. برضو خلينا نشيل دوت خالص عشان الناس اللي مش فهمة او يقول لك ايه اللي بيحصل دوت. هتلاقي نبقول لك ايه هلو وورلد مفيش ايه مشكلة. طب انت لو تاخد بالك دلوقتي انا بعملها معاملة الفونشن اللي ايه هلو ديت. لو انا فكرت دلوقتي ان انا شيل ده. هتلاقي ان هو بيقول لك برضو هلو وورلد ما فيش ايه مشكلة. ده معناه ان تقدر تستغنى عن البارانسيز. لو انا فكرت اعمل نفس الموضوع بالزبط على فونشن هلو ديت. خليني اروح واجرب. ايه دلوقتي هي فونشن. فلازم الكوسين دول. لو انا شلت الكوسين دول. هتلاقي ان الكمبيلر بيقول لك سينتكس ارور بارس ارور. البارسر بيكلمك دلوقتي بيقول لك ايه اللي انت عمله دوت في حاجة غلط. هلو وورلد. ما ينفعش. لازم كنت تحطي الكوسين دول طالما هي فونشن. فيبقى بالتالي مش محتاجة على عكس الفونشن. ودوت شيء مهم جدا. يعني دوت بالنسبة لك في انك تحط انك تحط او لأ. طيب خلينا نشوف حاجة تاني. دلوقتي انا عندي زي ما هنشوف ان شاء الله في الامثلة المتقدمة. اخر حاجة بقى عن الفرق ما بينهم. في فرق ما بين الاتنين. ان انت تقدر في الانجوش. ان انت تقدر في البلت ان فونشن. تقدر تعمل للفونشن. اه تقدر تعمل اه اه افور رايد للفونشن. يعني مسلا على حاجة اللي انا كنت بعدي بيها من شوية لها كونت ريت. كنا لها الفونشن كونت دي. الكونت بتاع اللي هو اللي كان هنا يعني الفونشن هلودت اللي جواها ده اللي هي الحيطة دي. ده هات الكونت او المحتاطة على الفونشن دي. الكونت دي على الرغم من انها مش زهرة قدامي دلوقتي او انا معرفش هي فيها ايه بالزد. بس انا ممكن اتصرف وجيب المحتاطة بتاعها وعدل عليه وغير الاسم بتاع الفونشن ديت. واعمل افور رايد بحيث ان انا اعدل على بتاعها. اما ما تقدرش تعمل اي حاجة زي كده خالص في الانجوش كونستركت. ده كان اخر تعديل او كان اخر فرق ما بينهم. ازاي اليوزر فونشن والبيلت ان فونشن بيشتغلوا. البيلت ان فونشن زي ما احنا قلنا بتجيب الفونشن ديت ويتتحول ليه الانجوش كونستركت. وبقى ما تم تحول الانجوش كونستركت تبتلي تظهر الافوريكت بتاعها. طيب يبقى الموضوع ده ده بيحصل ازاي? او سوري البارسر زي ما احنا قلنا بيبقى عنده معلومات معينة عن الشكل بتاع الكتابة بتاع بتاع الحاجة اللي انت بتكتبها للسينتكس بشكل عام بيبص عليه هل هو صح او لغلط وهكزا بيعمل تشيك لين باي لين يعني سطر ورا سطر ويشوف الكودر انت كد نضغط صح او لغلط بيعمل تشيك عليه. فبالتالي بتعدي على البارسر البارسر بعد كده بيشوف هي ماتش ولا لأ وبعد كده مع الوقت جوه عملية بتتحول للانجوش كونستركت وبعد كده تشتغل عادي مشكلة بتتحول لبلتين فونكشن وبعد كده بتتحول للانجوش كونستركت طيب فبقى دلوقت كده انهي اسرع بالزبط البلتين فونكشن اسرع من اليوزر فونكشن لان اليوزر بتتتحول للبلتين فونكشن وبعد كده بتتحول للانجوش كونستركت طيب دايفين انتو بيتش بي كومباليشن ديبر هلينا نشوف بقى دلوقتي الموضوع دوت بيحصل ازاي خليه نرجع هنا تاني طيب اه دوت اللايف سبان جبت دلوقتي اه فايل توت بيتش بي اه بعد دي على البارسر البارسر بياخد الكود اللي انت قايله دوت ويحوله لشكل معين او سوري مش بيحول شكل معين بيبص على الشكل بيبص على الكود دوت دوت ويبص عليه سطر ولا سطر هالي الكلام اللي انت بتقوله دوت اه صحة ولا غلط في مشكلة ولا لأ وهكذا وبعد كده بيروح على بحيس ان هو يترجم الكود دوت وبعد ما يترجمه يمعمل له وهكده يطلع لك الالتبوت الكلام دوت احنا قلناه قبل كده اه مفوش اي مشكلة طيب اه خلينا بقى نرجع هنا تاني نشوف فال موضوع اه اوسع من كده اه دلوقتي انا بجيب الفايل البي اتش بي بعد ما يجيبه باعديه على حاجة اسمها الليكسيكون ياخد الكود اللي انت كتبه اللي هو البي اتش بي فايل وبعد كده بيعمل عملية اسمها يعني بيحول الكود بتاع البي اتش بي على هيئة على هيئة عمليات معينة تظهر للبارسر والبارسر دوت ياخد الكود اللي هو يطلع من البي اتش بي دوت ويحوله لالتريز اللي احنا قلنا عليها طيب اه في فرق ما بين البي اتش بي فايف والبي اتش بي سيفن بحيس ان التريز اللي انت كنت بتعملها اه كانت بشكل اللي احنا قلنا بتبقى عبارة عن اتش تيميل مسلا اللي الكود اللي انت بتكتبه مسلا بيبقى طالع منه شجرة كبيرة اللي هي الروت الروت اللي هو اكبر حاجة في الكود عندك اللي هو اتش تيميل بعد كده بينزل منه الفروع وهكذا ولكن في البي اتش بي سيفن تجدد الموضوع واتطور بقى دلوقتي فيه حاجة اسمها ابستركسين تكس تري اي اس تي الموضوع دوت اه اسرع بكتير هو دوت تقريبا السبب مع الانجين الجديد اللي هو الانجين اللي انت بتشتغل بي دلوقتي اللي انت بتعمل بي كومبيل اللي اتنين دول مع بعض خلوا ان لغة البي اتش بي سيفن اسرع بكتير جدا من بي اتش بي فايف تقريبا اسرع الدعف يعني بي اتش بي فايف تقريبا تاخد التايم بتاعها تقريبا ثانية او ثانية يعني ثانية ونص تقريبا او حاجة زي كده هنشوف دقاطي حصائل الموضوع دقاط بس خلين دقاطي في اللي احنا فيه دلوقتي لما انت بتعمل بارسنج الابستركت سينتكس تري دوت بتحول على هيئة شجر الشجر دوت بيروح للكمبيليشن بقى اللي هي العملية بتاعت الابريشن كود بحيث انه هو ياخد الكود دوت ويعمل له رنو اكسيكيوت وبعد كده يطلع لك الاوتبود طيب اه دلوقتي انا عايز اشوف الكامل نظر اللي احنا بنقوله دوت اه تكونايزنج يعني ايه بالضبط خلينا نشوف تكونايزنج يعني ايه خلينا نرجع هنا ونشيل بقى الكلام دوت طيب اه دلوقتي بغض النظر برضا عن اللي احنا بنشرحه دلوقتي دوت او اللي احنا بنكتبه دوت مش مهم انك تبقى عارفه مش مهم تبقى عارف الكود اللي مكتوب ايه انا عايز اوضح لك بس عنية تكونايزنج وان شاء الله مع الوقت هتفهم الكامل احنا كاتبين دوت ايه بالضبط طيب قلنا نرجع لستارتو البي اتش بي وخلينا نعمل فيو بيتش سورس عشان تبقى اكتر طيب احنا دوت ايه كل احنا بنقوله ايه بقوله هاتلي بتاعت الكود دوت بلاش سبرينت عشان لسه ماخدناش ايكو طيب فانا دلوقتي كل احنا بنقوله له اه اكتب لي دلوقتي انا عندي كود اهول بي اتش بي ايكو وهلو وورلد وأفلناها عاجي الكود بتاعتزها ماخدد يكتبها كل مرة وابعد كتا بقوله هاتلي اعمالية التكلونيزنج بتاعت الكود دوت اللي بيحصل فيه بالضبط فلما بصت على مواضع التكليزنج��seven الكودента李 ترتبيان قسمه على البي اتش بيه اللي انا كنت عامله لكزا عملية من ضمنهم اول حاجة البي اتش بي تاج وعملية الـ حالة اللي إنت أعملها وووويت سبيس اللي إنت أعملها ووويت سبيس اللي إنت أعملها إذا دلوقتي الكود إنا أتقسم على كاما عملية أتقسم على أربعة تقريبا واحد اتنين اه تلاتة اربعة فعلا. يبقى هو تقسم على اربع عمليات. فيبقى دلوقتي اه كل حاجة منهم ده قديد الكود بتاعه اللي هو البي اتش بي ليه اسم موجود عنده في التكنيزنج تلتمية سعى سعى عين دوت الرقم بتاعه اه ايكو تلتمية تمانية وعشرين. وبعد ما بيخلص الحاجة ده يعني بعد ما خلص ترجمتها او خلص بتاعتها بيعمل لي يعني واحد يعني ما انه هو بيقول لي ايه? انا كده خلاص عملت ده تمام ما فيش اي مشكلة. خش على بعضه. وهكزا. فهو دلوقتي عمل تروح على كل دول. يعني معناه ان هو عمل اه الكلام دوت اه بنجاح ما فيش اي مشكلة. طيب فيبقى ديت عينة للتكنيزنج زي ما احنا قلنا اللي هو الليكسيكون بيعملها او التكنيزنج. طيب. اه بالنسبة للبارسنج الجينيريشن. اه افقا نستراكت سينتاكس تري. طيب خليني نرجع هنا. طيب اه دوت اه طريقة الطريقة الطريقة مختلفة تماما عن اللي انت عارفه او عن اللي انت شايفه. ان هو كان بتبقى عبارة عن شجرة وبينزل منها برانش وبعد كيه بينزل منها برانش تاني وهكزا لأ الموضوع اختلف تماما عن طريق الايه استي ديت. بحز دلوقتي ان انت عندك الامكانية انك بتقول له. الحاجة اللي جاية مسلا يعني دوت كان الكود دوت كانت ترجمة لفونكشن. الطيب بتاع الحاجة اللي جاية لايه هي كانت عبارة عن كده بالضبط. اني خليني نرجع. كانت فونكشن. اه فو بار. وكان فيها انتكر. اه تقريبا ايه. خليني نشوف هنا تاني كان بيقول ايه. تقريبا ايه بلاس ون او حاجة زي كده هنشوف. هو تقريبا فعلا ايه بلاس ون. طيب. اه دلوقتي اللي حصل ايه بالضبط. خلينا نجيب كده جنبها. اه دلوقتي ديت. عملت ايه بالضبط? بيقول له ان الكود اللي جاية لدوت اللي هو ده. الترجم عندي في في او في حوله للشكل دوت. فحوله للشكل دوت ازاي? قال لك الطيب بتاع الحاجة اللي جاية ديت عبارة عن فونكشن. طيب اسم ايه? فو بار. طيب. اه البرامترز هي هل الفونكشن ديت فيها? برامترز اه لا. طيب اف برامتر. والله هو انا عندي فعلا برامتر اه اسمه ايه? طيب هل البرامتر دوت انا حاكم عليه ان لازم يكون فيه قيمة معينة تخشيه? لا اه قلت له اه قال لي انتجر يعني رقم. لازم يخش لي قيمة تجيله رقم. وبعد كده قال لك البادي البادي بتاع الفونكشن اللي هو الجسم دوت. اللي هو الحاجة المحتاط بتاع الفونكشن. اه هل جواه حاجة ولا? بيقول له اه ده جواها اه ايه بقى الطبيعة بعد ديت يعني انت عايز ترجع ايه بالزبط? قال له ده انا عايز ارجع رقم. طيب انتجر يعني اه نوع انتجر يعني رقم. والقيمة بتاعته واحد. وعايز ارجع قيمة اللي هو قيمة المتغير اللي هو الايه دوت? واحط القيمة بتاعته اللي هو اللي هيحطها لي. فبالتالي الشكل اختلف تماما عن 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 اللي كانت شغالة في فبالتالي دلوقتي قدتنا سرعة اسرعة بكتير. بالنسبة لبي اتش بي سيفن وبي اتش بي 5 تتاعتها من حسب الاسبيد بتاعезжها اه اه . تقريبا عبروكس特別 يعني شبه بعض جدا قريبين من بعد جدا تقريبا واحد ونص ثانية. اما سابعة اه . اه فاقل من واحد ثانية يعني تقريبا الرجل النص ثانية المتطلب حاجة من الموقع انه يعملها لك السرعة بتاعته اسرع ازاي? تطلب حاجة بيرجع لك الحاجة اللي انت عايزها ريت في نص سانية. اما في الحاجات القديمة ريت فكان بيرجع لك في سانيتين او سانية ونص. اه طيب اه اعتقد لهنا يكون انتهى التوتوريال دوت. وان شاء الله يعني الناس اللي مش فهمة الحاجات اللي حب نشرحها ريت او شايفين ان الحاجات ديت متقدمة جدا. فيا جماعة يعني انا بعتذر جدا ان انا بشرح الحاجات ديت بدر قوي. وان انت مسلا ممكن انك تواجه الصعوبة وانت بتفهم الحاجات دي. بس لو انت عندك اي مشكلة في الحاجات ديت. اه ممكن تسأل ما فيش اي مشكلة. وان شاء الله هفهمك الحاجات ديت. لو انت بش فهمها اشرحها لك بصيغة تانية ما فيش اي مشكلة عادي. ولكن الهدف من ان انت اشرحك الحاجات دي رغم ان انت شاف انها سابقة. ان الحاجات ديت لازم تكون محطوطة في دماغك وانت داخل للبيتش بي. لازم يكون اساس اللغة. تبقى عارف انت شغل ازاي. يعني ما كانش ينفع ان انا خش في اللغة واقول لك اه يا بش مهندس انت بتكتب دلوقتي. بتكتب كزا بتكتب يعني كزا. وبيتطلع اوتبوت كزا. ما ينفعش طب. والحاجات دي انت كنت تفهمها منين? او كنت تعرفها منين? لازم تعرف الحاجات ديت عشان خاطر تبقى عارف انت السيرفر بيشتغل ازاي? بيفكر ازاي? ما اللي انت تفهمه ان انت بتكتب كام او كام ده اللي شغل بيها. اه بتبعتها للسيرفر السيرفر بيشغلهم وخلاص. مش عارف الحاجة ان انت بتشتغل بها اصلا بتشتغل ازاي? ده ما كانش ينفع. فعشان كده بشرح الحاجات ديت. وبعد كده ان شاء الله دلوقتي يعني اتمنى ان انت يكون عندك اه واجهة كويسة وانك فاهم الكلام دوت كويس جدا. عشان ان شاء الله قدام نبتلي بقى نخش في الفونكشنز او البيتشي بيت طبيعية بقى للناس بتشرحها. والشغل اللي عادي ان شاء الله قريب جدا. في التوتوريالز الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.